أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة من المسيح هو الحل أنا هحكي لكم حكاية أول ملك على إسرائيل الملك ده كان اسمه شاول ببساطة أبو شاول ضع منه شوية حمير شوية حمير صغيرين يعني اسمهم أتن فبعد شاول ابنه واحد معه من الولاد اللي في البيت يدوروا عليهم قعدوا يدوروا لمدة ثلاثة أيام ملقوش الحمير فقرروا يسألوا النبي صمويل قبل ما يرجعوا لأبوهم رد النبي صمويل على شاول بالمقولة المعروفة في الكتاب المقدس أما الأطن الضالة لك منذ ثلاثة أيام فلا تضع قلبك عليها لأنها قد وجدت ولمن كل شهي إسرائيل أليس لك ولكل بيت أبيك بيقصد إنه حيبقى ملك بمعنى أنت بتدور على الحمير وإنت حتبقى ملك على كل إسرائيل إحنا كلنا عاملين زي شاول كلنا عندنا قطن ضيعة مثلا أولاد أو صحة أو مال أو غيره ومش واخدين بالنا إن لينا مش كل شهي إسرائيل لا دا إحنا لينا مشتهى الأجيال اللي كل الأشياء هي لي اللي يقدر يوفر كل الحياة ليك وفقها الحياة الأبدية اللي وهب نفسه من أجلك اللي مستعد يعطيك الحياة الأبدية اللي هو مين؟ اللي هو يسوع المسيح اللي قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم عزيز المشاهد هل أنت عامل زي شاول وبتدور لسه على الحمير اللي ضايع منك؟ هل ملخوم في الشغل ومأجل تاخد قرارك؟ هل ملخوم؟ أبقى لها لك تاني هو هل ملخوم في شغلك ومأجل تاخد قرارك إنك تقبل المسيح مخلص شخصي لك؟ اللي هدفه إن تكون لك الحياة الأبدية إن بتكون حياتك جميلة هو تأجل قرارك القرار الرئيسي في حياتك إنك تقبل المسيح اللي هو إيه؟ اللي هو مين؟ اللي هو مكتوب عنه إنه مشتهى كل الأمم المسيح حيدبر لك أمورك ما تقلقش طيور السماء بتعرف تاكل بيدبر الأزهار بيدبر كل شيء مش هيخليك مش محتاج حاجة أو محتاج حاجة بمعنى أصح لكن بصراحة المسيح عايزك تتمتع بيه شخصياً هو الأول إنت حيبقالك الحياة الأبدية يعني من الأول للآخر أخويا المشاهد أخت المشاهدة أرجوكم ما تأجلوش قراركم المسيح ده هو أعظم شخص لو ختيح أتخذي كل شيء المسيح هو الحل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر